زراعة الموت الحرفة الوحيدة لميليشيا الحوثي فلم يحدث ان شهدت بلد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا ان تم زراعة خارطتها من اقصاها الى اقصاها بحقول من الالغام كما شهدته اليمن من اللحظة الاولى للانقلاب على الدولة ونهب مخازن السلاح من مؤسساتها العسكرية عملت الميليشيا على افراغ مخازن الالغام وزراعتها في المناطق التي سيطرت عليها وبعد كل انسحاب كانت الميليشيا تزرع حقولا واسعة من الالغام وراءها تصل الى عشرات الكيلوهات من الامتار خلال العامين الاخيرين فقط تمكنت الفرق الهندسية التابع الجيش الوطني من نزع ثلاثمائة الف لغم عدد هائل ورقم يصيب المستمع بالخوف الى ان الامر يعد قطع نصف المسافة نظرا للعدد الذي زرعته الميليشيا والذي يتجاوز نصف مليون لغم بحسب رئيس المركز الوطني لمكافحة الالغام ورغم انتزاع هذا العدد الكبير الى ان المهمة تتظل صعبة امام الجيش الوطني نظرا لعدم توفر خرائط المسع اللازمة ومعدات نزع الالغام من كاسحات وآلات حديثة تجعل من عملية تمشيط حقول الالغام وتصفيتها من الموت المتربص باقدام المارة من تحت التراب عملية اسهل واقل تكلفة حقول الالغام تمثل خطر مستداما يجعل الكثير من المناطق المحررة اماكن مدرجة في قائمة المناطق الخطيرة والتي لا تقل خطرا عن المناطق التي تشهد مواجهة يومية فسقوط العشرات من المدنيين يؤكد ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر